فالسؤال إذا المسيح علم أجمل التعليم إذا المسيح صنع أقوى المعجزات وإذا المسيح عاش حياة كاملة بلا خطية مثالنا في كل شيء وإذا المسيح عمل أمور لم يفعلها أحد مثل فتح عيني المولود أعمى إقامة تأمية وقد أنتن وإخراج الشياطين فإذا أيعقل أنه من تتبع غير المسيح وإذا أردنا أن نتبع شخصية أخرى غير المسيح فما هو الجديد الذي جاء به حتى نقول فعلا هذا التعليم أو العمل يتفوق على ما فعله يسو إذا المسيح غير البشرية والمعاناة والفقر والكراهية والظلم وكل المعاناة اللي منشوفها المسيح أعطانا الحل وكان عشان أنه مش بس يتكلم كلام هو قدم نفسه فدية وذبيحة لأجلك ولأجلك لكنه حي وقام من الأموات فمن نتبع بصراحة؟ نتبع الأنبياء الأموات وهم في قبورهم؟ أم نتبع الحي الذي قال إن حي أنتم ستحيون؟ وأن المسيح ما زال يتواصل ما زال يتفاعل لماذا يحتاج العالم إلى يسوع؟ لأن يسوع حي ما زال يعمل حتى يومنا هذا مكتوب اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم هو ذا الآن وقت مقبول هو ذا الآن وقت خلاص الناس عم تسأل أسئل كثيرة ما هو الحق وأين الحق وكيف نعرف الحق وقال أحدهم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية ثم قال أحدهم أرنا الطريق قال يسوع ومن يستطيع أن يقول صراحة من يستطيع أن يقول هذه الكلمات أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا به فإذا أنت عاوزني أتبع دينك أو مذهبك عليك أنك تقولي لازم تتبع الدين لهذه الأسباب واحد، اثنين، ثلاثة إلى آخره لكن إحنا منشوف كل الكفاية وكل الهداية وكل الحماية وكل الوقاية كلها عم منشوفها في شخص يسوع المسيح هل أبحث عن طريق؟ بل قال هو أنا هو الطريق هل أبحث عن الحق؟ أفلاطون وأرستو كلهم بحثوا عن الحق وبيلاطوس وهو يحكم على المسيح سأل ما هو الحق فعندما نظر إلى وجه يسوع قال لست أجد علّة في هذا الإنسان قال يسوع أنا هو الحق ترجمة نانسي قنقر